اشتركوا في القناة بمسألة هذه الكوكايين واللي المتهم الرئيسي فيها هو هذا المدعو كمال البوشي حبيت هو انه اجيب على بعض الاسئلة كما ايضا بيود ان اطرح بعض التساؤلات وقبل ذلك نحن كمسلمين يعني هذه قاعدة لازم ننطلقوا منها ونبينوا بعض الامور حتى باش فيما بعد نفهموا الموضوع هذا كما ينبغي يعني كمسلمين كلنا نعرفوا باللي المخدرات هي حرام هذه قاعدة كل الناس تعرفها ولكن فرق بين هو انه الانسان يعرف بعض المسائل اللي شرحها الاسلام وبين الواقع اللي راح معايشينه المسلمين ايضا مسألة مهمة جدا لابد هو ان اتطرق لها بتاع انه واحد يدير جريمة او يرتكب جرم واحد يخلص في بلاستو لانه راني شفت بعض الاسماء ادريجت في هذا الموضوع ويعني اذا كمثلا انت قل واحد مرتو لتبون والناس مباشرة ان تروح لتبون هذا اللي كان رئيس حكومة او اي شخص واحد اخر دير واحد دير جريمة يتحكم عليها هو مش يباباه والله مو والاختو والله عمتو تحاول هو انه توجه رأي العام باش تبعد التهمة على هذا المتهم على جل باش قال يخوفوا ناس يجبدو قال فيها راها فيها قاضي وفيها قال وكيل جمهورية وفيها وزير وفيها جنرال وفيها كذا استعملوا الضغط ضغط اعلامي وقال يالله كل قنوات تحتى اليها وصحف تحتى اليها على جل باش يبعدوا الرأي العام على مواضيع معينة نجيبوا للمسألة هذه ولكن لابد انه الانسان يطرق لبعض الامور حتى باش نفهمه فيما بعد الوسمو كأين مسألة مهمة واللي هي مرتبطة اساسا بهذا الموضوع هي القضية نتع المخابرات الاجهزة نتع المخابرات هي تستعمل ملفات نتع ابتزاز تستعملها ضد الخصوم تستعملها ضد شخصيات معينة قصد الارباك انتاحا قصد التخويف انتاحا قصد التهديد انتاحا وقصد الابتزاز انتاحا من اجل ابعادها على مواضيع معينة من بينها الانتخابة الرئاسية قال واحد اراه وقال مثلا عن دونية ترشح الانتخابة الرئاسية او قال مثلا ناس رام يطالبون بتقدمه الانتخابة الرئاسية يلا خرجوا له فلاش عن طريق الصحافة المرتزقة قال له رح جي في الدارك وقال بلاك تحرك راك تتحرك راك تشعل فيك النار فهذه المسألة انت على المخابرة وهذه المسألة هي ليست خاصة بالجزائر عندهم ناس يخدموا معهم ناس مرتزقة في الصحافة سواء في القناة الفضائية ولا في الصحف المكتوبة ولا في الاذاعات ولا حتى الان في هذا المواقع انت على التواصل واحد بيحرشوه قال يلا ها اوفنن عضوا كله اذا هذه المسألة قضية انت على الابتزاز هذه وهذه المسألة انت على الملفار المخدرات وغيره من الملفات يعني قال مثلا قضية انت على الفجور هذه legislatureative قضية انت على السرقة قضية انت على الرشوة وعندهم الوسائل اللي يبتزوا بها من بينها بعض الاشياء اللي يلقاوها لما راحوا للبيت انتع هذا شخص هذه القضية انتع تصوير هذه قضية مخابرات واضحة قد ثلاث اشتاء تاع الفيديوات وتاع الصور تاع الناس لماذا تتحرك قال يلا نكشفك تتحرك نبهد البيت قدام رأي العام يعني مدرشوا وكذا 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 ويلا ومعارفوا بيستواتوا وكم تعارفوا هذه المسائل هما يستعملوا هذه الملفات كاين بعض الشخصيات اللي ما يقدرواش عليه هو قال انسان راه خدام مهما تقول فيه انسان خدام لكن هو ما يقدرولوش واللي هروح يدورولو بابنو يدورولو بمرتو يدورولو باختو يدورولو بعمتو بجداه بخالو بعمو الى غير ذلك يدورولو بالمحيط انتهاء كاين اللي يبعثولو مراكين اللي يبعثولو طاكسي كل واحد كيفاء وكاين اللي هما بالطيبة انتاهم والله بالنية انتاهم مرات يورطوا واحد راهو يمشي في الطريق والله كذا يحشيلو قل قالب هذا انتاهم مخديرات في السيارة انتاهم يبعثولو عن طريق صاحبو يبعثولو عن طريق واحد من الاقارب انتاهم عن طريق امراء يحشيوها له في السيارة انتاهم او في مكان في غرفة انتاهم والله كذا وفيما بعد لما يركبو له ميلف يبقى هو تحت الابتزاز قالك تتحرك لاني خرجوا هك في وسائل اعلام ما تنسيوها والله يشرولو شرولو عن طريق وسائل اعلام قال واحد راهو قال مسئول يرمزولو بالاسم انتاهم قال تا فهمت تا تتحرك اك تعرف يشيروا ليه برك والله صحافي والله كذا شخصية معينة رئيس حزب امام داعية كذا يخدموا بهذه وهذه المسألة ليست خاصة فقط بالجزائر وانما تعني كل المخابرات في العالم هذه مسائل لازم الانسان يفهمها ولازم يعرفها حتى باش فيما بعد تصير وعي عام وانتا باش نفهمو هذه القضية نتاع المخدرات كان هناك اسئلة نطرحوها وكان هناك اسئلة نحاولو نجاوبو عليها من بين الاسئلة المطرحة يا هل ترى هذه العملية نتاع الكوكايين هذه يا هل ترى هي عملية منظمة والله هي مجرد عمل فرضي في اطار هذا الاتجار تاعها المخدرات الواضح من خلال هذا الباخرة اللي هي جي من البرازيل ولا من دولة واحدة اخرى وفيها لحوم والجيل اسبانيا على جل باش تدير هي ترانزيت وفيما بعد تروح الوهر كاينونك اسئلة على جل باش نعرفو هذه العملية يا هل ترى هي منظمة والله يا هل ترى هي عملية فرضية داخلة في هذا الاطار تاع الاتجار درق لوكان قال مثلا هذا المسألة انتاع الكوكايين هذه قال مثلا حكم واحد عنده كيلوغرام والله الزوج عقبوه في كونتونارو يلا فات ممكن قال واحد السيد هذا راهو محترف في العملية انتاع الطرافيك وكذا عقبه لكن بالقناطير هذه ليش انتاع واحد هذه هذه هي مجموعة حتى المبلغ المبلغ يعني لو كان يعني الناس يديره مبلغ راهو بالملايير يا صاحبي هل ترى هو هذا الانسان اللي راهو عنده الملايير يقدر هو يغامر بها لو كانوا نقوله مثلا جاء على الصحراء والله جاء قال مثلا راهو على جبل والله كذا قال راهو غامر لكن هذا راهو يعقب على الميناء راهو وثائق راهو فطورات في الوسمون تعليق كنتونار هذيك وقال محذر وقال كذا والترانزيتار هذيك ورهو كينا وثائق فطورات كذا مع الكوموندوند بور هذيك مع الخدامين هذوك راهو يراقبوا في الباخرة ليكيباج هذوك الى غير ذلك من المسائل اذن هذه المسألة هي ماش انتع شخص وماش انتع زوج من الناس وبما انها راهو جاية من برازيل وداخلها للجزائر وتمر على اسبانيا هذه قضية انتع شبكة شوفوا الاسماء المتدولة في الملف هذا قال هذا راهو والتبون قال هذا راهو السائق انتع هذا عبدالغاني الهامل انتع الشرطة الجنيرال السابق هذك قال الجنيرال الفلاني انتع وهران الى غير ذلك من الاسماء اللي ظهرت قال هذا قاضي هذه مش قاضية انتع شخص هذي قاضية التنظيم ذلك فيما بعد نجي ونطرحوا بعض الاسئلة ونحاولوا هو انه نجاوبوا عليها باش نعرفوا شكون هما هذي الناس ذلك هذي الناس اللي راههم مثلا اثاروا الاسماء انتعهم هذا اول المتهم الرئيسي شكون هو هذا المدعو كمال البوشي يقولوا من خلال التقارير الواردة ومن خلال بعض الاعلاميين المعروفين بالولا انتعهم الجهاز المخابرات بعض الضباط المعروفين بالجهاز تحمل المخابرات اللي راههم خارجين واحد لاعبها معارض واحد هو دائر حزب واحد واحد هذو جمع انتع المخابرات راههم بزانهم يشتغلوا ومجموحا له انه بعد ايامات تسمعوا قال راههم يسندوا في شخصية معينة للانتخابة الرئاسية هي كلها متعلقة بالانتخابة الرئاسية فيما ان يستهدفوا اذا هذا الشخص هذا قالوا باللي راهه من الناس اللي كانوا يدعو في بوتفلقة اذا شكون هو المستهدف هو ليس هذا كمال بل بوشي وانما بوتفلقة يدعو له بالجماعة انتعو هذا عبدالغاني الهامل معروف باللي راههم من الغرب الجزائري وراه وخدمه مع بوتفلقة تشوف هو باللي راهه متورط في هذه المسألة انتع المخدرات وقضية مش سهلة هذا راهه قضية تمس استقرار بلاد راهه تمس مجتمع اذا المسألة كبيرة ذركهما لما يستهدفوه استهدفوه باش يقدم لديميسيون تاعه والله على جيل باشهما قال يلا هم لقو بوست ثم يحطوه بسكو علاش راهه مسألة مسألة كبيرة قضية الامن راهه موش غير فقط الجيش واحده راهه فسحه راهه الشرطة راهه الدركة راهه المخابرات راهه مؤسسات مختلفة كين سراع بنتهم موش على رأي واحد كين اللي راهه وذركه هو مع بوتفل اللي قاركم تشوفو فيهم هم بدو يديرو فالتصريحات متاعهم يعنو في الولا ها هو عمار رغول ها هو او يحيا ها هو جمال ولد عباس ها رانه واش دين ها رانه كذا رانه كذا رانه كذا اذا كم تشوفو راهه موش دول الانتخابة الرئاسية عملية مرتبطة ارتباط مباشر بالانتخابة الرئاسية يكذب عليكم كذب تكون جيوا علاش الوهران و الى غريدة لكم من المواضيع اللي هي متعلقة بهذا الكوكايين هذي نزيده هذا الجنرال هذا الجنرال حسب المعلومات اللي عندي هو من الموالين البوتفلقة مش للقيد صالح هذا اللي اثير الاسم انتاعه تعرفوها باللي الثقل اللي راهه عندها والاطارات اللي راه موجودين فيها فيها الطفراوي تعل الطيران فيها السواريخ وفيها فيها فيها امور كبيرة بايش قضية اهرواها اطلع من البليد او بجي كيما راه تخيل فيها الناس كذا قالك و هرنبرك قالك عليش الدوها للعاصمة اتي قضية وطنية انا في فرنسا في تولوز الان او في المدينة هذه اللي راني نسكن فيها لما اثيرة القضية انتاع مرة حبطوها الباري وفي كل الدول العالم هذه راه العاصمة قضية تثار على مستوى وطنية وتتعلق بامن انتاع دولة واستقرار تاع دولة وشعب وكذا 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 يخليها هما قضية تخرج من يديهم تعالج في على مستوى عالي وذوقن جيوا القضية انتاع اسبانيا علاش هذه اسبانيا هما محبوش هما يقبضوا على هذا الاسم الباخرة هذي وقالوا هما يحتجسوا هذيك الكمية انتاع المخدرات فذوقن جيوا القضية هذي اذن هذه العملية منظمة ماهيش مجرد عمل هكذا في اطارة الاتجار بالمخدرات يعني هكذا عملية منظمة وراءها ناس عندها اهداف كبيرة ليش غير فقط قضية انتاع درهم علاش في هذا الوقت بالذات اولا نعاود نذكر الاخوة والاخوات اللي رهم يتبعوا فينا ببعض المسائل ذكير الاسم انتاع تبون عاودوا وراجعوا الاحداث شوفوا لماذا اوقي لتبون خقالوكم باللي راهوا تبون راهوا اعلن الحرب على الفساد سمعتوها وانا مسمعتوهاش ذكوما يدرجولو اسم بنو داخل اسم بنو راهوا عن طريق مرتو كذا راهوا الداخلين في قضية المخدرات هذه اتهام خلينا فيما بعد المحكمة واذا ستقول هذه مسألة واحد اخر ولكن هكما تشوفوا قضية انتاع ابتزاز قالت تتحرك يلا زيد شكون هو الاخر الهامل هذاك وهذاك الجنرال الى غير ذلك من الاسماء التي وردت في هذه المسألة هذي زيد نذكركم شكون اللي وقف ضد تبون اليسا حداد شفوا الى حداد واش قالوكم باللي راهوا عندو استثمارات في اسبانيا تشفوا الى حداد اللي وقف هو ضد تبون وقال راهوا كل مرة منين ما يحاولون يحاولون حاجة نديو زوجة ثلاثة ربعة زيد القدام برك زيد نذكركم قبل ايام اراك ما اسمعتو واش قال فرحات مهنى تحضير ميليشيات والاعلان يعني بشكل فاصيح صريح باللي اراه من معاولين على جلبه يقسموا البلاد امور واضحة غير الانسان اللي الله غالب عليه اذن علاش لماذا وهرن بالذات اليسى وهرن اللي كان فيها هذا كمال عبد الرحمن بتاع المخدرات اللي هو من الجمع انتاء التوفيق اليسى وهرن اللي هي استقبلت هذه وهرن الامينة اللي استقبلت هي شيكي بخاليل لماذا وهرن بالذات لانه هاذ الناس حبوها على جلبه بش تكون في وهرن مقصودة مختاروش وهرن هكذاك لانه هاذ الشخص هذا وراه وهو في وهرن علاش هو ميرحش يجيبها للعاصمة و علاش ميرحش البجاية يروح هو الوهرن لماذا؟ على جلبهش القاضية مقصودة وهرن مختاروهاش غير هكذاك برك اختاروهاش اللي راهم دورك يقولوا فيه اللي راهم هذو الجماع انتاء الغرب هذا الجماع انتاء الغرب هم اللي راهم حاكمين دايرين ودايرين يلا ذرك هذا المسأل انتاء الجيش كين بعض الناس هكذا اللي موش فهم القضية وش خدمتها الحراس تاع السواهل وش خدمتهم هذو الناس اللي راهم في البحرية ياسوا البحر ذرك هما لما تجيهم القضية قال لحقتهم معلومات قال باللي راها كينة باخرة ش كون يروحوا لها يديوا لها الشرطة او لا هذو وراهم هذي المهم انتاعهم حراسة السواحل هما يتحركوا يتحركوا ويدخلوا خطر هذو المافيا هذو هذو وراهم موجدين الامور شفتوا في كين بعض الاشاريطان تاع فيديو وين يبينوا باللي هذو الناس راهم استخدمين بعض التقنيات اللي هما في حالة ما قال مثلا يحاصروا هذو الباخرة والله يرميوا ملا المخدرات هذيك في الاكياس ويرميوها في البحر وفيما بعد راهم يحوزوا عليها بالجي بي اساسي محمد اذا هذو الناس راهم معاولين ما لابناشي لك شما حكموا اسلحة معاهم اذا هذو لما تدخل هذا الجيش بمعنى انه خلاص لما يدخل الجيش خلاص مع انت بلي مكاش عجل فوق اذا مسألة خطيرة تتعلق بالامن والاستقرار بتاع البلاد هذو الناس اللي هما استخدموا هذو القاضية شكون يفيزيو في بوتفليقة وفي اللون تورا شتاعوا وخوه ولون تورا شتاعوا هذي المسألة شكون هما هذو الناس اللي هما عندهم هذه الوسائل وعندهم هذه التقنيات وعندهم هذه الامكانات على جلبة شوما يوصلوا ويمروا هذه الكمية المعتبرة من المخدرات بوتفليقة ومحتاج المخدرات بوتفليقة ارى هذو الناس اراني ضد بوتفليقة في 2018 اراني ضده في سنة 1999 وكلما تقول لي مثل بوتفليقة راو عنده بونكة في سويس راو عنده بونكة في كندا والا في الامارات وكذا كلام يقبلون العقل مخدرات يبعثها على اللحم وهو راه البونكة تحت يديه يكفي دليل وهذا شكي بخليل هذا اللي راه وراح قل لك ديروا ووسموا وعطاولوا الاموال ثم سكري في الماريكان من اجل ابعاد التوفيق على التحكم على المفاصل نتع الدولة هذيك من خلال الاموال اللي كانوا يستعملوها هذو الناس اللي يراهم ضرق هما يستعملوا في هذه القضية نتع المخدرات شكون هو اللي يحكموه في القضية نتع تونس والقضية نتع ليبيا وشكون اللي يراه هو مختارق الجماعات المسلحة قل لك باللي هذه القضية نتع الضرق نتع الآفرت واسمه نتع جماعات مسلحة وقالوا وكانوا مثلا قال حكمهم قال مثلا داخلين على الجبل تونس والله قال مثلا على الجبل من خلال المغرب والله قال يعني يكون نكلم منتعك شوية منطقي والله شوية مقبول عقبين على الميناء جايين من البرازيل عقبين على الميناء وداخلين على وهرن يفوتوا على اسبانيا شكون هو اللي عنده العلاقات شكون هو اللي كان عنده في اللي زنباصاد وفي اللي كونسيلار وفي هذو كل المركز الثقافية وفي الجمعيات شكون هو جهاز تلك المخابرات القديم جهاز تلك الفيق إذن نرى نعرف نظرك شكون هو المستهدف من خلال هذه العملية وهذا الناس اللي هما استعملوا هذه المخدرات هذي هما حابين على جلبة شوما يزيدوا يضمروا هذي كل النسيجن تلك المجتمع ويدخلوا الشباب هذا في الهلوسة وإلى غير ذلك من المسائل لو كانوا نقولوا نبلي بوتفليقة وما نشي أنت فعليه هذي رأي حقائق قدامكم تشوفو فيها على أرض الميدان ركما تعرفون الناس رأي تتلول في المخدرات قدام عينيكم تشوفو فيهم تعرفوهم بالأسماء هذا ذوق بوتفليقة لو كان هو ذرك قال مثلا يستعمل هذا الأسلوب هذا نتع المخدرات وعليش رأيها الغابات والأراضي رأيها في الجزائر وهذا الناس رأيهم عندهم يخدموا معهم يروحوا ثم يديروا مزرع بتاع الحشيش من المخدرات علش هو يروح يجيبها من مع البليش منين ويحشوها في الحم وكذا وكذا إذن هذا الناس اللي يجابوها هما رأيهم يقصدوا بها أشياء مختلفة وركم تسمعوا فيها قال والله من إن حاولتوا في قذا وجمعات تعوك رأى البلد سيبة هكما تشوفوا فيها ما يسمعوا بها ضرو فيها شكون يحاوسوا ويقصدوا جهات معينة قال لذرك هكما تشوفوا هم بدو يخرجو وذرك هم جمعات أبو تفليقة وذرك قال القايد صالح ويش هكما تشوف رأى ولد عباس رأى وقال باللي رأى مع العهد الخامسة وقال ويحي رأى مع العهد الخامسة وعمار غول رأى مع العهد الخامسة وذرك يبدوا يخرجوا في اللي جنة عن مساندة ونتا يا رأى مع الرئيس ولا ولا وسمو وذرك تسمعوا قضايا حتى في المقابل رأى مكين هذوك ثانيا أيضا رأى عندهم الإعلاميين وهم عندهم القنوات وعندهم الرئيسون تحم ثاني الدولي عندهم شبكة دولية ثانى من العلاقات سواء في فرنسا ولا في الماريكان ولا في الخالج ولا في أوروبا وكذا عندهم ايضا ثاني شبكة دولية وقدرين يخرجوا ملفات على هذا ولد القايد صالح وخرجوا على ولد التوفيق وخرجوا على كل ثانى ايضا مقادرين اخرجوا الملفات خرجوا الملفات عند هذه الجرائم اغتيالات الاختطافات كل شيء راح عندهم ايضا ثاني المقابل وفيما بعد شكون اللي راح راح تدفع الثمان هي الجزائر وانا هذا هو الشي اللي خلاني على جلباش نتكلم انا في هذا الموضوع اذا هذا المسألة هذه داخلة في اطار تعتنظيم في اطار تعتشبكة دولية تكون جي القضية هذه انتا اسبانيا قضية انتا اسبانيا يعني سؤال مطروح سؤال منطقي يطرح روحه لماذا اسبانيا مدامرها على بالها بهذا الموضوع لماذا هي لم تتدخل وطلبهما من السلطات الجزائرية هو انه تدخل اذا حبوا يعني معنتا انه خلولهم الخيار سؤال مطروح علش ما دخلش اسبانيا دولك لما تجسمعوا التصريحات من خلال معطية هذه اللي راح متداولة في وسائل الاعلام تفهموا باللي شي اللي قالوها قاللك باللي راها تسمى جهة دبلوماسية جهة دبلوماسية واش معنتا معنتا الخارجية والجماعة انتا حم هذو انتا الاسمه واسمه مع الجهسة المخابرات بمعنى انه كاين تعاون في هذا الموضوع درك اسبانيا مدام راها الباخرة في الميناء المفترض هو انه تتدخل هيا لش ما تدخلتش كاين بعض من الناس يقول لك باللي هذه المسألة راح راح تاخذ ابعاد دبلوماسية واش اسمه اسبانيا عندها مصالح قل لك عندها مصالح مع الجزائر وبالتالي مش من صالحها هو انه تتثير هذا الموضوع لانه راح راح تضرر المصالح انتهى هذا القضية على جل يغطيه لخطر له كان هذا القضية دخلت اسبانيا اسبانيا ماشي كما الجزائر بالتليفون اسبانيا كان مؤسسات وكان معارضة راح تخدم وراها اجهزة مختلفة راح تخدم ثم وراها وكان اعلام دولي فيها بالتالي لما تثار القضية هذيك لكم شفتوا القضية تعلق الحراكة قل لك جماعة قل لك مصالح ودبلوماسية لكم شفتوا القضية تكفي كم مرة وما يقول لك هم راحين يحرقوهم وهم راحين كذا وراهم كل يوم يهبطوا على اسبانيا معنى باكم بالموضوع هذا وين يا هذي انتهى مخدرات خليواها وما تفوت هذا المسألة بمعنى انه كان فيه جهة اللي هي مدة المعلومات انتهى المخابرات يتعاونوا مع هذا الجماعة انتهى التوفيق ذرك لما لحقت القضية للجزائر بطبيعة الحال لرهم كان الناس اللي هما ضد هذا الجناح انتهى التوفيق تحركوا ودخل الجيش لخطر اسبانيا لو كان هما خلوا القضية هذيك راح تخرج من يديهم تخرج من يديهم بمعنى انه غدوة لما تدخل المحكمة تدخل القضاء في اسبانيا وتدخل وسائل اعلام دولية كم تعرفوا الناس اللي راح عندهم حسيفة مع الجزائر لما لو كان يخل القضية ثم تخرج من يديهم لذلك هما على بالهم بالموضوع ويتعاون مع جهات ويحب على جلب شيفيتي وهذا كالريسك وزيد بالزيادة هذا الجماعة اللي راح من التوفيق هذا ورام يروحوا ورام يروحوا اسبانيا ورام يشريو ذرك يشريو في الارابي ثم ويشريو في الفيرمات ثم لخطر على هذا القطع الترب اللي راح يشريو فيها وفي الفيلات وفي الزوتان وفي هم يرخص على دول واحدة أخرى مثل فرنسا ويشريو في اسبانيا خطر في فرنسا لا يستطيع أولا من جهة غالية عليهم بعض الأمور بالإضافة إلى أنه لا يستطيع يلعب فيها كما يحب في اسبانيا وراهم لقين حالهم ثم وراهم يخدموا وراكم تعرفوا بعض الجنيرال او تعرفهم بالأسمان تاهم بدون منظل الدخل في التفاصيل إذن قضية عند حسابات ما ايش قضية هاكذا قال كما رام يشوف فيها هذا 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 المدعو هذا كامل البوشي هذا مثل مثل الخليفة ومثل مثل شخصيات أخرى تم مصطيناعوها خدموهم اعطوا لهم عقارات واعطوا لهم واسم قروض واعطوا لهم كذا كما الخليفة كما حداد كما كما شخصيات أخرى رام خدموهم وهذا الجهاز انتعى المخابرات هو يخدم بهذا الناس يخدم بالناس اللي عندهم يلفات ما يقدروش يخدموا بواحد نظيف يستعملوه مدة معينة يحركوا به دراهم يجيبوه يتقصف يساعدك يقول يالإنسان اللي عندك ما بدأ تمشي عليه يساعدك يالإنسان اللي تخمم في المصلحة انتعى البلاد وتخمم في يوم القيامة وتخمم باللي راه ويجيك النهار وتروح إذن هذا المسألة انتعى الكوكايين هذي مسألة انتعى شبكة دولية داخلة فيها الجهاز انتعى المخابرات القديم وراه عنده الاذرع انتعوا من الإعلاميين المرتزقة اللي راههم في الخارج ومن الضباط المرتزقة اللي راههم في الخارج لطردهم كل واحد كيفاء واحد بتهمة المخدرات وواحد كذا كل واحد عندهم ميلف معهم يخذ وراهم يخذ معهم إلى الجمعيات إلى كذا وراهم يتحركوا كلهم من أجل إعادة التوفيق وليش مع انتعوا هذه هي المسألة وراهم ينسقوا أيضا مع جهات واحد أخرى راههم ينسقوا ماذا بهم مع الجل بشيضربوا الاستقرار بتاع البلاد وهذه قضية توثير الرأي العام تلما تشوف انت شخصية تراه أوثيرة الأسمان تاعها ولكن خدم عقلك قال أن هذا الشخص أوكي ركما ذكرته ولكن أعطي لي الأدلة التي تثبت بالله هو مشارك في هذه العملية عن المقدرات تتروح جبل مثلا هذا السائق الهامل والله هذا ولد تبون ولا أعطني الأدلة لا يكفي أن تثير الاسم في وسائل الإعلام وتدير ضجع له خطرة هذه مسألة تضليل تعمل بلاسيون هم يحوسوا يثير الرأي العام وركم تعرفوا لش مع الرامي نادي بالأسيان المدني وكذا رامي يحوسوا على المحرقة محرقة واحد أخرى ما كفتهم المحرقة تاع المحرقة واحد أخرى إذن الإخوة الأخوات لازمكم تنظروا لهذه المسألة تنظروا لها من زوايا مختلفة ما لازمش تروحوا ضحايا ينتعي الناس في وسائل الإعلام مختلفة في قنوات مختلفة عندهم حسابات كين منهم اللي راه يخدمه للجهاز تعتوفيق بالساذج انتاعهم راه يخدموا فيه بطرق واحد أخرى المهم هم المستفيدين من هذا الحملة هم المستفيدين من هذا الفوضى اللي قادر تصير هم المستفيدين من هذا التخلاط هذا اللي راه يصراه على جلباش يعاودوا يهيئوا الأرضية لواجهة جديدة هم على بالهم دور كراب بلي بطفلقة راه وحتى هذا الناس اللي راه يطالبو هم يضخ بعهد خمسة بطفلقة انتهى هم راه فقط حاوسوا يزيدوا يربحوا شوية من الوقت على جلباش هما يعني يلقوا بديل اللي هو يكون قال مثلا عنده قبول شعبي راه معل بالهم باللي بطفلقة الآن في هذا الوضع الصحي راه الآن راه هذا الرفض الشعبي راه يتزيد راه معل بالهم بها راه الرفض يتزيد لكن في المقابل الناس راه تتحرك وره مقادرين هما يعني إذا كان يلقوا الناس لا يفهم الأمور كما ينبغي قادرين نعود ونرجع لنقطة الصفر لذلك لابد هو أن الإنسان قبل ما ترح أنت تنشر تعليق أو قبل ما ترح تنشر تسجيل أو قبل ما ترح تدفع إلى واحد يا أخويا بعقلك خدم موخك شوية خدم عقلك بالعقل اصبر شوية راه معلومات ربما ما تبانيش في النهار الأول ربما ما تباني في النهار الثاني كينا كذا ونسرها تستعمل في التصريحات تستعمل في التعليقات وتحاول توظفها بعقلك خدم عقلك أخويا علش أنت تروح أنت نسرها تستعمل في قضية من أجل الرئاسة ومش غير هذه القضية درك في هذه اليامات درك يثير قضية تعل البطاقات المزيفة قضية تعل الجماعات المسلحة والإرهاب وهم اكتشفوا مخزن تعل أسلحة في المكان الفلاني وهم ضرب الفلاني وهم جمع السلمور وهم وهم كذا هذه المسألة رأيها من هار اللي اندلعت الأحداث ومن هار اللي اندلعت المأساة الجزائرية وهي رأيها كي المسلسل هذه رأيها داخل في الإطار هذا درك الاجماع انتع اللي يرهم ذلك في السلطة الاجماع ذو اللي يرهم يخدمون في العقاب ينسير وما يستعملوها هذه القضية هذه انتع الكوكاين داخل في هذا الإطار انتع السراع اللي رأيها موجود في الجزائر من أجل السلطة ومن أجل الحكم ومن أجل التحكم في الثروات انتع الشعب ومن أجل إخضاع الشعب إلى أجل غير مسمى لذلك الأخوات في نهاية هذه المداخلة أطلب من كل الخيرين من كل الشرفاء في الجزائر على جلب تتحركوا لا تجعلوا البلاد تروح ضيع تحركوا كين شرفة يا سيدي تلتقي الناس دائما نقولها في تسجيلات مختلفة لابد هو أن تلتقي الناس في مؤتمر في الداخل وفي الخارج تتناقش الناس حول أرضية مشتركة وحول المثاق وحول الضمانات وتمشي الناس وحدة وحدة يا سيدي إذا كان ذكرها المرحلة تقتضي على جلب شي يكون شخص فليكن حوار فليكن نقاش راه قريب أذريل راه ما عنده مبقى إذا كان تنتظر على جلب شي الحق أذريل فما بعد الدك لازم الناس تتحرك ولازم الناس تبتعد عن الآن الزعامة وتبتعد على هذه المسائل الشخصية يا أخو حط المصلح العامة فوق كل اعتبارات مش أنت تحط المصالح أنت كما يقول هو والله والله بعد الطفان سبحان الله رب يراه ويدرنا في أشياء قدامنا شوفوا فيها بعيننا مرات تشوف أنت عاصفة جاية تشوف أنت في شجرة النحاني سبحان الله هذه عاصفة تشوف أنت الناس تخطط من أجل تقسيم البلاد وانت تشاعل فيها ومن بعد يقول أنت خاطئ راك معاهم راك معاهم لما ترك تهيئ لهم في الأرضية لا نمشي معاك نمشي مع المصلحة البلاد نمشي معا مصلحة البلاد إذا كان اقتاضط المصلحة البلاد على جلبه أنا نساير للمرحلة هذه نسايرها لن نبعث البلاد نبعثها للمجهول وندخل البلاد في حيط قلت لكم هنا في تسجيلات مختلفة تسجيلات مشهورين في الموقع اليوتيوب وفي الفيسبوك قلت لكم لابد من التحرك قبل الوافاة انت عبود في ليقة قلت هلكم او لما قلت هلكم اش حال عندي من يقول هلكم قلت لا هو بدليل انه عنده سنوات ما تكلمش ورخم تعرفوا الوضع انت الصحي وتقول لكم لابد هو ان تتحرك الناس لو كان هذا المدة كاملة اللي قضيناها هذه لو كان تتحرك الناس من اجل عقد المؤتمر وفي ما بعد رهن الناس قطعت اشواط في ما بعد تروح تمشي كل واحد دير ريو كل ومن بعد البلاد هي اللي تدفع في الثمن هذي الناس تحوس الهدف انت هو الوصول للسلطة ويلا قال قاعد يستغل في الظروف على جلب هش يركب قال جات انت فاض والله جح راك والله قال يلا يسطع عليه مش هكذا اللي تبنى الدول انسان هذال اللي عنده مشروع والانسان هذال يخمم المستقبل الاجيال ما يخممش على روحه قال انا نصل للسلطة نعشي نرئيس والله يعشي وزير خمم على المصلحة البلاد خمم على المصلحة الاجيال شوف امشي مرحليا امشي واحدة بواحدة دولة هذه ما تتبنى في نهار ولا في زوج ولا في عشرة تتبنى على 40 على 50 سنة على قرن هنشوف هنا مرات بعض الكنائس يقول لك هذي الكنيسة جابوا فيها 100 سنة كنيسة بناوها في 100 سنة هنا يحوسوا بلاد يحوسوا يبناوها في سنة مكانش منها هذه مكانش منها وكما تشوفوا المشاريع تدير مشروع منها يترطقلك من هيه هاو طريق السيار داروه من زل ما تدارش على الام يلا بده تتطرق وتتحفر وكذا لماذا لانو الناس ما عنداش رؤية مستقبلية لو كان جات الناس تخطط وتخدم تخمم المستقبل تمشي بالمرحلية ومعليش اخويا المشروع يتطلب على الجل باش نخدمه في عشرين نخدمه في عشر سنين ولكن نخدمه خدمة صحيحة باشي نروح انا نتنشط ومن بعد انا شوفوش حال من مليار راح مليارات راح الخطف هذا ما راح غير فقط عند الناس يخدموا في النظام راح موجود ايضا في افراد في الشعب وركم تعرف هذه المسألة راح غلي ما صاب الخطف حاشا الشرافاء وحاشا الخيرين في البلاد اللي راح منهم اللي راح يصرف في الاموال ويبذل في الجهدن ويضحي بالغالي والنفيس حاشا هم ولكن في المقابل كينين الناس اللي راح مص وراح ميستغل في الظروف ويستغل في الفرص علاج الباش هما ايضا يهمهم وسواء كانوا في الجيش ولا كانوا في الشرطة ولا في اي مكان راح ميستغل في الظروف غير لي ما صاب لهاش لابد هو انه نضع المصلح انتاع البلاد فوق كل الانتبارات ولازم الناس تخدم بشكل جماعي الى جيل باش نحمي البلاد انتاعنا لانها مهددة في الاستقرار ومهددة في الامن انتاعها وهذا موش تخويف وانما تنبيه وراكم تعرف هالمؤشرات اللي كنتوا في وقت من الاوقات في 2008 لابد لابد راهم ينسق وراهم الناس يحوس ونضرب استقرار البلاد كان واحد يقول يقول يو عيش في المحد اخر هذا ليس عيش في الجزائر اخر اما تسمعو اما 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 الحلف الاطلاسي اما قدامكم راو الحدود محب تفهم اما الحلف الاطلاسي قدامكم وقعدوا كملوا كملوا جماعا راحت دفعت ليبيا يحمق دفعت المحرقة دفعت سوريا المحرقة دفعت اليمن المحرقة والجزائر نفس الشي اذا كان ما فطنتوش راهم المارينز على البواب وقعدوا ندعو لكم للمصالحة يالله يا الجزائريون اخبzeugوا والجزائريون أنتظاموا وما يالله جزائريون نروحوا تلموا يالله أي الجزائريون rَحنننهضُ بالبيئة وكل واحد يُجري علي روحه وكل واحد يُجري على صالحه نتاعه وكل واحد يُجري على الأخور والبلاد لها الله اشكر resource 이고 الذي يتفاعلون معه الموضوع كل واحد ايجابي الناس المغريضين والناس washed مؤ ped物ıyين يعرفوا المواضيع Simon تؤلمكم خاصة لما يكون الأمر يتعلق بالوعي عن الناس والوعي صحيح مش الوعي هذا انتع واحد فسد أخلاقين ويحارف الفساد هذه مداخلتي إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا